بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهاشمي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام أجمعين حيا الله متابعين الكرام مشاهدي برنامج قواعد القرآن الكريم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ذلك المقام الرفيع وهذا المنهج البديع في كلام الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل بيّ لنا أن طاعة الوالدين لها من الفضل والأجر حتى وإن خالفاك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما جعل الله عز وجل هناك منهجية في التعامل مع الوالدين وكيف أنه يجب على الإنسان أن يبرهما كما ربوه صغيرة ثم تعود التربية مرة أخرى على الوالد والوالدة أن يحسن للإبن كما ربوه صغيرة وأن يحسن له عندما صار كبيرا وأن يستمر هذا الإحسان في التبادل فيما بينهما محور عميق وتربوي مبارك سنتطرق إليه مع فضيلة الشيخ أسام الشطي الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف والشؤول الإسلامية ومعلم التربية الإسلامية في وزارة التربية فكونوا معا حياكم الله متابعي الكرام وحيا الله شيخ خسان وعن يا هلا مرحبا برزاق ياك الله هذه الحلقة تبارك الله يمكن عندناها أكثر من مرة ببيان فضل الوالدين وأهمية برهم خاصة ونحن اليوم نرى هجمة شرسة من قبل الغرب وغيرهم على هذه القيم وعلى مناهجنا وعلىها يحاولون يعني أنهم ولكن أنا لهم ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النصوص الشرعية التي جاءت في بر الوالدين كثيرة ويكفيك أن الله عز وجل أمر الإنسان أن يطيع والديه شوفوا الصفات والدان كافران ميأمران الأبن بالكفر يجاهدان ابنهم على الكفر الله ومع ذلك أمر الله عز وجل بطاعتهم شنو أعظم قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به عنه فلا تطعهما يعني في الكفر وصاحبهما في الدنيا معروفة شوف مأمور في أنت مأمور بالإحسان إلى والدك أو والدتك مهما كان الحال نشوف إحنا أحيانا عندنا بالمدارس بعض الحالات يكون الأباء يعني الأبناء وهم أبوهم مفصلين هذا قدر الله عز وجل لكن لا يؤثر ذلك على علاقتك بأبوك أو علاقتك بأمك مهما كان الحال مرة تقولك والله أبوي ما يدري عني ولا أمي ما تدري عني لو قصر أنت يجب عليك أن تطيعهم لذلك عندنا مفهوم مهم بر الوالدين يا جماعة مو مقابلة سووا لي أسوي اللغة أصلا البر ما يظهر إلا في الأشياء التي أنت مات بيها ولا لو أبوك أو أمك على أحسن ما يكون معك أنت راح تكون أحسن شيء معه هذا كل إحسان طبيعي ولذلك نفسه عز وجل قال لنا بصلة الرحم قال ليس الواصل بالمكافئ يعني أنت لما واحد يوصلك أنت تواصلها هذا طبيعي طبعا مو شيء غلط زين وكل شيء بس مو أكمل صلة للأرحام متى قالوا إنما الواصل من إذا قطعت رحمه هو وصلها لأنك أنت إذا طبيعي طبعا إنسان حتى أنت مع ربعك مع ربعك وموك وموك إذا رفيجك زين وياك بتصير ويا زين صح لكن يظهر بالوالدين لما أمك ما تبي تسوي شيء ما تبيك تسوي شيء وانت تسوي هنا لما أمك تأمرك بشيء خالفك وانت تتنازل عنه لرغبته هذا بر الوالدين فهنا أنت تشوف بر الوالدين تشوف النبس سعى سلم غربط رضا الوالدين برضاه وغضبك غضب الوالدين بغضبهم النبس سعى سلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطوهم في سخطيهما والله والنبس سعى سلم قال لك حطاك قالك سرون أنت ما في شيء أنت مجبر عليه أنت عندك إرادة واختيار أنت تقدر تبرهم كبوك وتقدر تعصيهم لكن قال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة فعشت فأضع ذلك الباب أو احفظه تبي الضيعة تبي تحفظه كيفك لكن إذا أضعت فإنك وقعت في حقوق الوالدين الذي هو كبير من كبار الذنوب وإذا حفظته فإنك جئت في بر الوالدين الذي هو من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى أدري أن تكمل بس بعد الفاصل إن شاء الله نتابع معكم حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام حلقة جميلة اليوم عن بر الوالدين وأهمية طاعتهم وأن الإنسان مهما قدم في هذه الدنيا يجب عليه أولا أن يحتسب أمر الله سبحانه وتعالى وأن يوقن تمام اليقين أن الله عز وجل بيّن كما بيّن الشيخ قبل الفاصل أن حتى لو جاهدوك وقالوا لك تكفر بالله ما تسمع كلامهم بس هم تستمر في طاعتهم شون عين اليوم عياننا وسفرهم ومدارسهم وكذا والوالدين يعاني حقيقة الوالدين في سماع الأبناء للنصائح وتوجيهات الأبناء أنت الآن إمام خطيب أكيد تتيك شكاوى من الآباء استشارات كيف تصنع معا مثل هذا؟ طبعا إحنا يا جماعة في رسالة للأبناء اللي إحنا قلناها مساعدة وفي رسالة للآباء والأمهات يا جماعة أنتوا عينوا عيالكم على بركم إحنا الآن مو مجتمع الصحابة كثير من الناس تدينا في ضعف يعني تدي الإيمانيات الإيمان يزيد وينقص ها كما هو عقيدة المسلمين فالإنسان يجمع عيالنا مو سوى مو سوى بدينهم مو سوى بعطائهم لكن أنت لا تقعد تفضل عيالك بعضهم على بعض لا تقعد تعاملهم بالسوء وتربنهم بالزين نعم إحنا قلنا حق الولد إن لو أبوك سيء طيعة لكن طبيعة النفس البشرية ترى مرات راح تمل وراح ممكن تقطعك ممكن تقطعك فأنت لا تكون سبب لأن ابنائك يهجرونك ولا يقطعونك ولا يعصونك أنت أعنهم على برك كافئهم بالحسنة حاول أنك تنتق تقنعهم وتنصحهم قبل أن تلجأ للقسوة مرة يعني واحد هذا إن شاء الله ما أدري يمديوها لا بس على السريع كان يقول أي هو يقول لي يقول لي أنا سنين شديد مع عيالي لما صارت بيننا وبيننا فجوة يقول الحين أبي أرجع العلاقة تكون زينة مقادر الله مقادر يقول أنا غلطان واعترف بخطائي ولكن سنين أنا فصار كلما يبي عيالي يسوون شيء زين يلف لفة طويلة ويحاول من طرق أخرى عشان عيالي يصلحون أو يسمعون منه طيب أنت ليش وصلت على هذه الطريقة فإحنا يا أخوان أنت تجلس مع عيالك تعطيهم حقهم وأكثر من الدعاء الدعاء الشيخ حمود التوجري رحمه الله عنده عشرة من الأبناء حفظوا لكتاب الله تبارك سألة واحد قال لي يا أخي وأنت عالم وعندك دروس وعندك مشغول ومفضي يعني شيء غريب أنت شنو اللي عندك زود عن الناس فقال لي طبعا شيخ من أهل نجز قال لي يا أوليدي ما عندي زود عن الناس ها ولكني في كل صلاة أدعو لهم الله إحرص أن تدعو دائما لأبناءك كذلك من الأشياء اللي تقع مرات أنتو كوالدين لا أحد منكم يعني يشيش العيال على الطرف الثاني مهما كانت بينكم المشاكل تمر علينا في المدارس حالات الانفصال تلاقي مرات إذا كانت مثلا العيال بحضانات الأم ممكن إهي كانت سبب في قطعهم عن والدهم أو كانوا بحضانات الأب يكون هو سبب في قطعهم عن والدتهم غلط أنتو عند الله عز وجل ما كتب بينكم نصيب تفرقتم لا تضرون العيال خلي عيال يصلون الوالدين و بهم كمال تربية كثير من الحالات المشاكل اللي نشوفها الأخلاقية و غيرها في المدارس يمكن أنت أخبروني فيه عبد الرزال لما ترجع حق منثة يكون أمه و أبو و منفصلين و ما قاعد يؤدون دورهم كل واحد رفع يعني حتى لو هذي هذي مقادرة مثلا يأتي مرة و ليه يتأمر و ولده تقول أنا مقادرة على ولدي و أنا مطلقة و كبير و كذا طيب أنت لو كانت علاقة الأبن مع أبيه جيدة حتى لو منفصل منك رح يساعدك بتروية فلذلك يا جماعة نحن لابد أن نعظم هذا الشعل و كذلك آخر نصيحة للأبناء لا تعطي جانب وتنسى جانب بعض الناس يعطي الأم و يبر الأم و يبر الأم مثلا و يعمل جانب الأب و مرات العكس والله خاصة البنات يحبون آباؤهم مرات أكثر من أمهاتهم فتعطي الأب تسوي حق الأب وتسوي حق الأب وتهم الأم لا أمك ثم أمك ثم أبوك كلاهم لابد من برهما مع تقديم حق الأم على الأم ختاما نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قدم لهذا البر و هذا الإحسان لوالديه و أن نكون بإذن الله ممن قد عمل عملا مباركا كريما جليلا قدمه لوالديه لا يبتغي بذلك أجرا في الحياة الدنيا أنما يبقى له ذكرا مخلدا و رضا من الله سبحانه وتعالى و منزلة علية رفيعة في الآخرة لأنه قد قدم في هذه الدنيا من تنازلات لعله لا يريدها و لكن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله و طاعة لوالدي ف لأمثال هؤلاء شكر الله سعيكم و كتب الله أجركم و أطال الله لكم في أعماركم فإنكم تعملون عملا عظيما و تهدون من كان بعدكم إلى صراط مستقيم و الشكر أيضا لفضيلة شيخ وسام الشطي ما قصر على وجوده معانا لنشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة و إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر